مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مفاتيح السعادة النهاردة هنتكلم عن مفتاحنا مفتاح المستحيل في فقرة رسائل السعادة بتتكلم عن مفتاح المستحيل وبتقول يعني وأنا بحضر لكم الاسكريبت فكان قرأت الجملة جميلة قوة عن المستحيل بتقول إيه بتقول إن الله دائما بيحقق المستحيلات بالطريقة الأكثر استحالة فاطمئن فإذا أراد الله شيئا تعطلت قوانين الطبيعة فحينئذ البحر لا يغرق والنار لا تحرق والجبل لا يعصم والحوت لا يهدم والعزراء تلد كل دي كانت معجزات شفناها من أيام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم فأثبتت إن ربنا سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء ويقول المستحيل كن فيكون فقط ثق بالله ولا تقول مستحيل مشاهدينا أتمنى أن نطبق مفتاحنا النهاردة في حياتنا ومفتاح المستحيل إن ما فيش حاجة اسمها مستحيل في حياتك وإنك إنت مدام عندك هدف حابب وعايز تحققه حققه ما تقولش مستحيل لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا مدام عايز لك حاجة أو حابب إنك إنت توصل الهدف معين فهيقول للشيء المستحيل كن فيكون مشاهدينا نطلع لفاصل قصير ونرجع نستقبل ضيوفنا هيكون معانا أستاذ حسن سلطان رئيس مجلس إدارة مصنع دباغة الجلود وهيكون معانا الفقرة التانية فقرة طبية مع دكتور أيمن هزاع استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو شفط الدهون وشد البط انتظرونا بعد الفاصل وتنرجع لكم مرة تانية موسيقى موسيقى ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة تانية ولقاء يتجدد مع أول فقرة معانا أستاذ حسن سلطان رئيس ومدير مجلس إدارة مصنع السلطان لدباغة الجلود أهلا بيك أستاذ حسن أهلا بحضرتك أستاذ منور مفاتيح السعادة منورة بيكم الله يخليك تسلم في البداية كده أستاذ حسن هحبين عايزك تعرفنا الأول بنفسك عرفنا بنفسك وعرف المشاهدين أنا أستاذ حسن سلطان أشتغل في مصنع السلطان للمصنعات الجلدية تمام أنا المدير بتاعه حضرتك تعلمت الشغل يعني آه بدأته إمتى من سنك بقالك كم سنة في صناعة الجلود؟ أنا بقالي 15 سنة في صناعة الجلود ما شاء الله أنت عمرك كم أصلا؟ أنا عمري 23 سنة 23 سنة يعني بدأ في سن صغير جدا يعني بدأ في سن صغير كنت بشتغل مع والدي من سن صغير آه فيه فأنت تعلمت من والدك؟ تعلمت من والدي يا حضرتك آه تمام حلو أوي أنا بتعلم بقالي كتير منه حاجاته وكده حد ما تعلمت الحمد لله كل حاجة في صناعة الجلد وكده آه جميل أوي طيب ممكن تكلمنا الأول الحاجات اللي انت بتشتغلها في صناعة الجلود؟ يعني بتشتغل ايه في صناعة الجلود؟ بتعمل ايه؟ حضرتك احنا بنصنع كل حاجة جميل بنصنع شنط ومحافظ وحزمة وجواكت وحزية ده الجلد بقى جلد مصري ولا جلد مستورد؟ لا حضرتك كله جلد طبيعي جلد طبيعي مصري جلد طبيعي مصري قلو جدا أنا شايفة حتى الأشكال أو الكاميرا تجيب لنا صورة الأشكال الشنط اللي معينا؟ حضرتك ده شغل يدوي ما شاء الله ده شغل يدوي شغل فني حضرتك فنون جميلة وكده يعني معاك ناس من فنون جميلة؟ معايا ناس من فنون جميلة بتشتغل بتعمل الشغل طيب ممكن تكلم لنا عن المراحل يعني بداية الجلد أول مرحلة خالص انتو بتبدأوها ازاي؟ وكلمنا عن المراحل لحد ما بيوصل لي المنتج ده في الآخر حضرتك الجلد ده بيجي لنا جلد بيدي أعمل مدبغة نبتدي ان احنا نفصله أول حاجة وبعد ما نفصله نبتدي انه الصناعة يمسكه ويشتغل فيه ويبتدي يقفل فيه واحدة واحدة زي كده بعد كده حضرتك بنحط اللمسة اللي هي الفنية اللي زي كده الصورة الفنص الشنطة الفنص ده حضرتك رسم ده رسم يدوي نحت نحت بالإيد جميل جدا تمام وده طبعا بتبقى محتاجة أجهزة وأدوات مخصوصة للكلام ده تمام حضرتك كل ده متوفر عندك في المصنع كل ده متوفر عندنا في المصنع مبتحتاجش حاجة من برد لا ما بنحتاجش حاجة كل حاجة حضرتك بنعملها وبتطلع بالشكل اللي قدام حضرتك ده يعني انت بتاخد الجلد مادة خام وبتعديه على كل المراحل دي لحد ما يوصل المنتج كل ده في مصنعك انت كل ده في مصنعك تمام جميل جدا طيب ممكن تكلمنا في البداية انت قلتلي عندك بقالك 15 سنة في المجال صناعة الجلود والدبيغة قل لي اين المشاكل والمعوقات اللي قابلتك في المجال ده طيب حضرتك متقابلناش مشاجل كتير ان احنا حضرتك يعني بنشتغل فيها من زمان اول اه وكده بالممارسة اكتسبت خبرة بالممارسة اكتسبنا خبرة ان احنا متقابلناش مشاجل كتير او كده او بعرف ان انا تعديها تعديها وكده حلو جدا طبعا انا شايفة هنا في الشنطة الاولى عندك والشنطة الفنوس في اختلاف هنا ده ايه فرم ده جلد حضرتك بيتدبغ بشعره بشعر تمام ده جلد بيتدبغ بشعر ده جلد حضرتك اللي جنبيه بتدبغ من غير شعره الجلد بنوجهه زي ما احنا عايزيه حضرتك عايزين نخليه زي كده بشعره منخليه عايزين نخليه من غير شعره زي كده منخليه ده حاجة اللي احنا بنقدر نتحكم فيها وعلى حسب الحاجة المطلوبة طب ايه اكتر نوعية مطلوبة اللي بشعره ولا من غير حضرتك بشعره لاستخداماته من غير شعره لاستخداماته برضه يعني فيه ناس بتحب الجلد اللي هو يبقى بشعره كده على الطبيعه فيه ناس بتحب الجلد اللي هو من غير شعره اختلاف الأزواء اختلاف الأزواء فحضرتك احنا بنعمل ده وده على حسب ما بيتلب مننا بنعمل هل بيبقى عندك كمية معروضة ولا بالطلب حضرتك لا انا عندي كمية معروضة ولو حد طلب حاجة بعمله لو حد طلب حاجة خاصة بشكل معين أنا بعملها له جميل جدا طب هي ممكن لو حد مثلا مطلب حاجة خاصة ده ممكن ياخد منك وقت قد إيه حضرتك يعني مثلا الشنطة لو حد طلب مثلا طلبية وكده ما بتاخدش وقت معايا أسبوع الشنطة الواحدة أسبوع؟ لا دي طلبية إنما الشنطة الواحدة تاخد معايا يوم يعني الطلبية دي هي ممكن تكون فرنجي كام عدد كام يعني مثلا حضرتك 12 شنطة عشرين كده دستة مثلا أو أكتر دستة فيما فوق أكتر ده بتاخد ممكن أسبوع لكن الشنطة الواحدة بتاخد منك يوم؟ يوم كامل حلو جدا طبعا عندك عمال في المصنع؟ عندي طبعا عمال في المصنع وعندي صناعية بيشتغل والحاجات الفنية دي بيعملها والدي الحاجات اللي هي الفنية دي بيعملها والدي حلو قبل في آخر الشنطة اللي بيفنش الشنطة اللي بيعمل حاجات اللي هي الفنية دي حضراتك بيجولنا ناس بيطور فنون جميلة اه انا بنعلمهم الوالدي بيعلمهم الشغل ده اه جميل جدا هل بيبقى تا طبعا قلت بيبقى شغل يدوي يعني مثلا يعني بقى فكاره بقى وخياله يسرح كده ويطلع الشكل ده ولا هل بيبقى شكله معين قدامه او اسطنبه او حاجة بيعمل زيها حضراتك اعني بنجيب صور من النت و بنعمل زيها نجيب احداث الموديلات اللي موجودة و بنعمل زيها اه يعني انتو بتوجبوا الحديث الموضة الحاجة اللي هي الحديث الحاجة اللي هي الموضة بنجيبها و بنعمل زيها حلو جدا فانتو بتشتغلوا في الرجالي والحريمي كل حاجة اه جميل طيب احنا في مفتاحنا النهاردة يا حسن يعني احنا في كل مفتاح من مفاتيح السعادة بنتكلم عن مفتاح معين بحقق السعادة فالنهاردة مفتاحنا مفتاح المستحيل هل كلمة المستحيل دي بتتعامل معها زي في حياتك وهل قبلتك فعلا يعني مثلا الناس احبطوك او مش احبطوك بس ممكن يكونوا خايفين عليك بالزيادة فيقولك انت مستحيل تعمل ده مستحيل تواصل للهدف ده ومستحيل تحققه انت بتتعامل مع الكلمة دي زي تمام حضرتك عندي ربنا ما فيش مستحيل يعني الواحد بيعمل العالية وبيكتغل والباق على ربنا حضرتك ساعت ما ببقاش مطلوب مننا شغل فحد يعني بينسان احنا ما نجذبش ونعمل شغل لا احنا بنعمل شغل وبنشتغل وبنوقف المصنع على رجليه لحد لما حد يجي بيطلب الشغل ما عندناش يعني اي مشكلة ما بنقفش حتى لو الجو ويا في شغل يعني مثلا في فترة كورونا اللي حصلت دي تقريبا وقفت اغلب او بعض الحاجات بعض المصنع والمشروعات فبالنسبة لكم وجهتوا الموضوع ده ازاي في فترة كورونا عضرتك احنا كنا شغالين برضو وبنعمل شغل وبنركنه وكده ولحد لما يجي له حد لما احنا ما بنقفش المصنع حتى لو ما عندناش مثلا طلبية معانا بنعمل برضو كشغل جميل جدا طيب وبنكتغل لان كل مكتغل نصيب صحيح عندك حق فعلا طيب احنا ممكن يعني تقول لنا حاجة مصايح كده للشباب يعني لو في شباب من اللي بتفرجوا علينا دلوقتي وحبين ان هما يشتغلوا شغل لاصطناعة الجلود والدباغة ممكن تنصحهم بايه كبداية ليهم في الشغل تنصحهم ان هو يعمل ايه عنصحهم ان هما يكل شاب يشوف صنعة ويسوا ويشتغل فيها ان الصناعات حضرتك هي اهم حاجة في مصر صناعات الجلد من اهم الصناعات في مصر لا يمكن الاستغناء عنها طبعا طبعا عكيجا طبعا نصح الشباب من اللي была يتشتغل في الصناعات الجلد و practitioner طيب هل في مشاكل قبيتك في الجلد نفسه حضرتك في مشاكل بتقابلنا في الجلد بس انا حضرتك يعني تعلمت ان والد ان انا يفرز الجلد كل جلد بعمله حاجة معينة يعني في جلد حضرتك يتعمل شنطة في جلد يتعمل محفظة في جلد يتعمل حزام في جلد يتعمل جاك فأنا بوجه الجلد على حسب مستوى على حسب مستوى الجلد على حسب جودته على حسب جودته بشوف ده ينفع تعمل إيه وبيعمله آه جميل جدا طيب وطبعا فيه حاجات كتير جدا أساس حسن بيصنعها وأشكال جميلة جدا وردنا جزء منها ولكن دي بعض الحاجات اللي هو صنعها طيب فيه حاجات مثلا ده بيتهيقل شغل كبار صح؟ يعني شباب أو بنات أو برجالة فيه مثلا لأطفال تصنعوا حاجات لأطفال؟ بنصنعوا حاجات لأطفال زي شونة صغيرة زي محافظ صغيرة زي شوز بنعمل كل حاجة حضرتك جواكت صغيرة أطفالي بنعمل حضرتك كل شغل جلدي طبيعي لأعمار السنية كلها حتى مثلا لو مفارش أو حاجة وبنعمل مفارش حضرتك الجلد طبيعي بنعمل كله أي حاجة في الجلد طبيعي احنا بنصنعها جميل جدا برافا عليكم طيب هل فيه حاجة يعني إيه أكتر حاجة تطلبت منكم مثلا غريبة مثلا أو حاجة مثلا يعني مش مألوفة أول مرة تطلب منكم حضرتك فيه يعني فيه جلدي غريب بيتطلب مننا يعني مثلا فيه حد ببقى مثلا عايش شنطة جلدي تمساح فيه حد مثلا عايش شنطة جلدي تعبان فيه حد عايش شنطة جلدي تعلب والله ده بيحصل ده بيحصل ده بيتطلب مننا فهنا حضرتك بنعمل الاستخدامات عليه قليلة فتبقى بطلب إنما بيتطلب منه سعيد جميل جدا تمامي أساس حسن كنا عايزين نقول نختم حاجة كده نختم فقراتنا الجميلة دي بحاجة عن نصايح بقى أنت اتكلمت عن نصايح للشباب بصفة عامة طيب لو إحنا عايزين ننصح شباب في صناعة دباغة الجلود المجال ده بنفسه يعني خصوصاً المجال ده عايزين نصايح للشباب عن تنصح الشباب في إيه يعني مثلاً لو في مشاكل هتقابله في الأول تقدر أنك تنصحه إزاي علاجها وإزاي تخطاها إيه المراحل اللي بيعد عليها وإن هو ما يقاسش وما يعرفش مكلمة المستحيل وإن هو يقدر أنه يحقق هدفه ويكمل مشواره تمام حضرتك الشباب يعني أنه بتشتغل في الجلد الطبيعي أنه ما تيقاسه وتشتغل وكده حتى لو الشغل معلوش طلب كتير بس بعد كده أكيد طبعاً يجيله طلب ويبقى فيه معارض بتعرض فيها الشغل وأكيد طبعاً الجلد الطبيعي يجيله طلب أنه أهم منتج في مصر الجلد الطبيعي وحاجة بتعيش فبنصح الشباب كمان اللي بتشتغل فيه أن هي تطور من شغلها فيه جميل هو اللي أنتو بتعرضوه ده في المصنع نفسه ولا بتعمله مثلاً بتعرضو في معرض معين حضرتك إحنا عندنا معرض بنعرض فيه وعندنا مصنع بنصنع فيه حلوة جداً إن شاء الله ده جنب المصنع في نفس المكان وطبعاً لما بيجي حب ديتلو بحاجة بوريله الجلد اللي هو عايزه والخام اللي هو عايزها وبعملها ممكن كمان قدامه حلوة جداً وده وممكن إن انتو تصدروا الشغل ده لمحلات تانية حضرتك بنصدر لمحلات تانية بنزل شغل وسط البلد وطلع شغل الحسين الحسين خليل ويشمش يا أخوك آه ما شاء الله تمام طيب أستاذ حسن أنا كنت مبسوطة جداً معاك في فقرة دباغة الجلود واستفدت جداً منك وياريت شبابنا اللي بتفرج عنا يكونوا استفادوا وإن شاء الله نلتقي معاك مرة تانية في حلقات قادمة بإذن الله بإذن الله مشاهدينا دلوقتي هنطلع لفاصل قصير ونرجع لي فقرة طبية مع الدكتور في الفقرة الطبية مع دكتور ماجزي هزيع رئيس ورئيس الجراحات العامة وجراحة المناظير في الفقرة الجاية بعد الفوصل انتظرونا